حارتك بتقول إن وسائل الإعلام نقلت ما كان يحدث على أرض غزة فاستفاقت الشعوب هل وسائل الإعلام الغربية هي اللي نقلت؟ ولا لولا وجود تواجد للإعلام العربي القوي ووجود للمؤثرين اللي قدروا ينقلوا الصورة؟ لأن احنا شفنا تعتيم إعلامي شديد من قبل وكالات الأنباء ومن قبل وسائل الإعلام الأجنبية قد يكون وصل لدرجة التحريد على القتل والتحريد على المجازر اللي حصلت بالفعل صحيح فيه هناك يعني خلينا نكون صرحين وسائل الإعلام عربية ودولية كثيرة تعاطفت مع القضية لأن المسألة أصبحت إنسانية أنت تقتل طفل وتقول أقتل إرهاب يعني تدمر مستشفى وتقول والمستشفى بالمناسبة تتبع مستشفى المعمداني سابقا هي تتبع للكنيسة وتدمر الكنيسة وتقول إرهاب أي إرهاب في داخل الكنيسة مصلين أو حتى نازحين لجأوا إليها أي إرهاب موجود في مستشفى معظمهم مرضى ومصابين حتى في القانون الدولي لا يجوز ولا يحق للاحتلال قصف أو حتى الدولة المعتدية أو أثناء الحروب من المعتدي أو المعتد علي لا يجوز استخدام المستشفيات بقصفة أو قتل النازحين فيها والمدنيين فيها لا يجوز أساسا يعني نقل المواطنين من منازلهم الآمنة إلى مستشفيات أو غير ذلك وبالتالي الشعوب استفاقت بسبب يعني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 750 صحفي وقعوا على عريضة ضد وسائل الإعلام الأمريكية أنه أنتوا تجبرون على أن نتجه باتجاه معاكس للحقيقة تجبرون على أن لا نرى الحقيقة وبالتالي هما وقعوا احتجاج في وزارة الخارجية الأمريكية هناك استقالات عديدة وأزمة وبلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة بالأمس اعترفة رسميا بأن هناك أزمة داخل وزارة الخارجية داخل وزارته فيها مشاكل كثيرة وهناك استقالات في بريطانيا وزيرة الداخلية طلبت من مدير الشرطة تخيلوا طلبت من مدير الشرطة أن يقمع المظاهرات التي خرجت للتعاطف مع من؟ مع الشعب الفلسطيني ومع المدنيين والمظاهرات لا تطالب أن تقوم بريطانيا أو الجيوش الأوروبية بالهجوم على الاحتلال تطالب فقط بوقف الحال وحتى هذا تعاطف إنسانيا حتى ألمانيا مثلا دكتور أسامة حضرت ارتداء الكوفية حضرت رفع الإعلام الفلسطينية لهذه الدرجة فكرة الرمز الفلسطيني أو الشال أو الكوفية الفلسطينية تم حضرها تماما